حبيب الحلوين عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم يا رب انا النهاردة جايبا لكم 3 افقار لتلات ديقرات مختلفة باستقبال عيد الاطحى المبارك والحاجات اللي هعمل بيها الديقر دي موجودة في كل بيوتنا حاجات بسيطة جدا بس هتطلعي منها احلى ديقر لايك وشير ونصلي عن نبي كده في التعليقات ونبتجي لأول فكرة معنا طبعا الافقار دي بتشرح نفسها يعني مش محتاجة شرح زي ما انتو شايفين كده انا قطعت الشلمو وكل واحدة بل بفهب الورق بفهم زي كده اسبكم بقى تتابعوا الفيديو معايا بس تابعوني للاخر وهتطلعوا باحلى افقار لاستقبال العيد كل سنة وانتو طيبين شكرا 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 كمية تقريبا طائل شكرا وبقى معنا احلى خروف ايه رأيكم بقى في الدقور البسيط دا وت ما تنسيش بقى تحطيلي اللايك على اول فكرة معنا ونيجي بقى التاني فكرة الدقور التاني دا بقى روع والخاطر مش هيكلفك اي حاجة خالص انا كان عندي برطمان فاضي زي كده وكان عندي رسمة فيها شكل البقرة وبقر صغير فقطعته زي ما انتو شايفين كده وده غرى مخفى بالمية دهانت بيه البرطمان كله وابتدت لزق فيه الورق بطريقة عشوائية زي ما انتو شايفين كده بالظبط شايفين كده بعد ما وزعت عليه الورق كله معايا خيط خيش هلفه عليه زي ما انتو شايفين كده وعمله بقى في ايونك صغيرة واجه كده خلص معايا اسيبه بس عشر دقيق ينشف معايا كده بعد ما نشيس معايا احنا ممكن نستغله في كزا حاجة ممكن نحطه فاضي زي كده هو الواحد وكده جيكور جنب القروف وحطت جنبهم شمعتين زي كده ممكن نحط فيه زرع شايفين بالزرع شكله حلو قوي ازاي احنا ممكن نحط فيه زرع شايفين بالزرع شكله حلو قوي ازاي ممكن كمان احط فيه كانجي زي ما انتو شايفين كده بس انا بصراحة حبيته بالزرع اكتر ايه رأيكم بوقف الفكرة ديت استهل عليها كامل لايك وتالت فكرة معايا للجيكور واخر فكرة هنعملها من حاجات اصلا كانونا هنرميها هلزق الطبقين دول في بعض هلزقهم بالسيليكون وبعدين هدهنهم دهبي فراشت الكيس الاول وبعدين هدهنهم باللون الدهبي واجي كده بعد ما دهنتو شايفين بقى الجمال والحلاوة كده انا حطيتو هرص فيه بقى الكانجي برضو هيبقى بالشكل دوت واجي كده تلات افقار لدقار العيد بحاجات بسيطة جدا موجودة في كل مكانجيه لبيت واجي اخر الفيديو لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل السنة انتو طيبين